بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحقيقة كل واحد منا أحبتي في الله انتبهوا معي رجاء ينبغي أن يعلم لماذا يعبد الله لماذا فرض الله علينا العبادات لماذا يعاقب على من يترك الصلاة مثلا لماذا يعاقب من لا يؤمن به هناك أسباب منطقية وليس كما يدعي بعض الملحدين أحبتي في الله أنا استمعت للفيديو لأحد الملحدين وحقيقة يعني يتحدث بشكل منطقي ولكن للأسف الخلفية التي يتحدث بها غير منطقية لأنه ينظر إلى الإله وكأنه مخلوق وهذا الخطأ الكبير الذي يرتكبه الملحدون ينظرون للخالق وكأنه مخلوق مع العالم أن الخالق لا يسأل عما يفعل على الرغم من ذلك الله تبارك وتعالى وضع لنا في كل عبادة سرا من الأسرار أحبتي في الله هذا الملحد يقول إن إلهكم ضعيف وبحاجة لمن يعبده لو كان إلها قويا غنيا مستغنيا عن الخلق لماذا يأمر العباد وهم مخلوقات ضعيفة لماذا يأمرهم أن يعبدوه ومن يخالف يحرقه في النار هذا إله يعني أنتم اخترعتم هذا الإله هذا ليس إله الإله الحقيقي يجب أن يستغني عن عباده يجب أن يكون في منزل عالي جدا ولا ينزل إلى هذا المستوى حيث يتعامل مع الناس ومع البشر ومع المخلوقات على أنهم مثله من يخالف أمري أعذبه من كذا هذه الصفات بشرية يقول أنتم من اخترعتم الدين وأنتم من وضعتم في عقول الناس طبعا يصفهم بالأغبياء وكذا المؤمنين يعني وضعتم هذه الفكرة لتسيطروا على عقول الناس إلى آخرين فقط هذا الكلام أنا أقول صحيح ومنطقي بشرط واحد أن يكون هذا الخالق مخلوق هناك من خلقه هذا يصح في حق المخلوقات كل مخلوق بحاجة لغيره لا يوجد مخلوق يستطيع أن يستغني عن كل شيء كلنا بحاجة للخالق العظيم أنا دعوني أتساءل لماذا أمرنا الله أن نعبده وما خلقت الجنة والإنسة إلا ليعبدوا لماذا هل الله بحاجة لنا أولا أيها الأحبة العبادة شرعها الله وفرضها عليك أيها الإنسان لتصلحك أنت لأنك أنت بحاجة لهذه العبادة وليس هو عز وجل هذا الخالق العظيم أيها الأحبة دعوني أبدأ منذ أن خلق الله الإنسان خلقه بطريقة يستطيع أن يختار والقدر على الإختيار لابد أن يكون هناك خير وشر وإلا كيف تعطي إنسان صلاحية اتخاذ القرار إذا كانت كل القرارات التي سيتخذها صحيحة إذن ليس هناك أي معنى لاتخاذ القرار الله عز وجل عندما كرمك أيها الملحد كإنسان كرمك كإنسان ولقد كرمنا بني آدم لم يقل ولقد كرمنا المؤمنين أو المسلمين أو اليهود أو النصارى أو من يؤمن بي لا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضلة هذا الإله العظيم كرمك أيها الملحد وأعطاك القدرة على اتخاذ القرار لذلك أنت تجلس الآن وراء اليوتيوب والكاميرا تستطيع أن تروج إلى الإلحاد وتستطيع أن تدعو إلى الله من الذي يمنعك لا أحد الشيطان فقط هو الذي يوسويسك يقول لك شوه صورة الإسلام شوه صورة الإله عز وجل أقنع ضعاف القلوب أن هذا الخالق بحاجة لهم وبالتالي تشعر بالسعادة أنت كملحد الآن لديك قدرة على الإيمان من الذي يمنعك أن تؤمن لا أحد إذن أنت حر عندما أكرم الله البشر وأعطاهم القدرة على اختيار الصح والخطأ لابد أن يكون من الأساس هناك صح وخطأ وإلا ما فائدت وإنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ما الدليل على أنك حملت الأمانة باختيارك الآن أنا أريد أن أخيرك أيها الملحد هل تحب أن تبقى إنسان أو تتحول إلى قطعة حجر في جبل مثلا لا أحد يقول يتمنى أن يفقد حياته إذن تمنوا الموت إن كنتم صادقين لا أحد يدعي أنه يتمنى أن يكون حجرا ثابتا ليس له قرار ليس له إرادة مثل الجبل أنت مادم مرتاح وسعيد بأنك قادر على اتخاذ القرار معنى هذا أنك وافقت على الأمانة التي حملك الله إياها إذن الموافقة موجودة في داخلك وتظهر في سلوكك الله وضع لك الخير والشر هذا الإله خلق النفس ويعلم أن هذه النفس توسوس ويعلم أنها ستقودك إلى الهلاك والهاوية وإلى مصير أسود ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذن هذا الإله خلقك أعطاك حرية الاختيار الأمانة وقال لك اعمل ما شئتم اعمل ما تشاء أعطاك العقل لماذا فرض علي الصلاة فرضها علي لمصلحتي لأن الله يعلم أن هذه الصلاة إذا التزمت بها خمس أوقات فإنها تضبط الساعة البيولوجية لك أيها الإنسان لأن مواعيد الصلاة مرتبطة بأحداث بظواهر كونية الشفق شروق الشمس الغروب الكذاب الزوال مرتبطة ومرتبطة أيضا بأن جسدك هذا يفرز هرمونات في أوقات محددة تتفق مع النظام الكوني هذا من شروق الشمس وغيابها وكذا فأمرك بالصلاة ليضبط لك الساعة البيولوجية ويعلمك النظام أمرك بالصلاة ليقيك شر أمراض المفاصل مجلة علمانية ليس لها علاقة بالصلاة مجلة هندسية قامت ببحث عن تأثير حركات الصلاة على العمود الفقر والعظام وتبين أن هذه الصلاة إذا حافظت عليها فإنها وقاية لعمودك الفقر الذي يحملك اليوم أيها الأحبة ملايين الناس لديهم مشاكل في العمود الفقر لماذا أمرك الله أن تصلي ليجنبك هذه الأمراض والمشاكل ثلاثي الصلاة تجبرك أن تبقى طاهرا تبقى في حالة طهرة نحن الآن في عصر وباء يعني ننتظر حتى يأتي الوباء ليقول لنا الأطباء اغسل يديك ووجهك وباستمرار لكي تبقى تزيل البكتيريا الضارة والفيروسات وكذا الله يعلم أن هناك أوبئة وهناك أمراض وهناك بكتيريا أمرك أن تتوضأ خمس مرات في اليوم والليلة الوضوء إذن وقاية لك من المرض الشئ الرابع الصلاة صلة بين العبد وربه يعلم أن الهموم ستركبك يعلم أن مشاكل الدنيا كثيرة جعل لك فرصة فرصة أن تتواصل معه يا أخي الملوك الملوك لا يحلم المواطن العادي الفقير وبخاصة إذا كان معدم أن ينظر إليه الملك لا أن يلقاه أنت كل يوم أعطاك رب العالمين فرصة أن تلتقي به وتكلمه خمس مرات كل يوم وأعطاك فرص أخرى أي آية تقرأها واذكروني أذكركم كلما قلت لا إله إلا الله الله يذكرك إذن هذا منتهى الكرم والعطاء من الله عز وجل هذه العبادة إذن هي لمنفعتي أيها الأحبة أنا لدي هنا آيات وضعتها على برنامج أحصاء القرآن كلمة لأنفسكم تكررت سبع مرات في القرآن انظروا معي أنني أنا عندما أتحدث هذا الكلام وأقول إن الله أمرك بالصلاة والعبادات لمصلحتك أنت أنا أستند لقول الحق تبارك وتعالى هو أخبرني به وأقيم الصلاة وآت الزكاة وما تقدم لمن لله لا وما تقدم لأنفسكم إذن أنا عندما أتصدق أصبح أكثر سعادة أكسب ثقة الناس ومحبة الناس عندما أصلي أصبح أكثر صحة هذه الفائدة لنفسي أنا وما تقدم لأنفسكم من خير تجدوه عند الله الغريب أن الله يعطيك العلاج ويعطيك المكافأة أعطاك صلاة كعلاج ثم كافأك عليها سبحان الله كرم إلهي أعطاك المال تتصدق به ويكافئك عليه مع أنه هو صاحب المال عز وجل الآية الثانية وقدموا لأنفسكم واتقوا الله وعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين إذن قدموا لأنفسكم الآية الثالثة ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله يوم يحمى عليها هؤلاء الذين يكنزون الأموال يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وجلودهم هذا ما كنزتم لأنفسكم إذن انظر أخي الحبيب عندما تكنز وتبخل وتلحد تضر نفسك وعندما تصلي وتعبد الله وتصبح أخلاقك حسنة وتصبر تنفق في سبيل لا تنفع نفسك أيضا إذن القضية مصلحة شخصية وأنتم أيها الملحدون تنادون بمبدأ المصالح الشخصية هذا هو تحقيق المصلحة الشخصية الحقيقية تكون بالقرآن على فكرة يعني إذا طبقت القرآن أنت تطبق مبدأ المصلحة الشخصية ولكن الصحيح وليس المزيف إن أحسنتم أحسنتم لمن لله حاشا لله إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها سبحان الله الآية السادسة فاتقوا الله فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لمن لأنفسكم ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون الآية الأخيرة أيها الأحبة في سورة المزمل من أوائل السور نزولا هذه الآية العظيمة ماذا يقول الله تبارك وتعالى فيها في آخرها وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إذن أنت العبادة مفروضة عليك لمصلحتك أنت لماذا نهان عن شرب الخمر لمصلحتك ليقيك من شر الأمراض طيب لماذا نهاني عن الزنا ليقيني من شر الأمراض الجنسية كل شيء له حكمة محور الحدث هو الإنسان نحور هذه المصالح هو الإنسان